اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وصلنا لفقرة اكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات كثيرة وصور كثيرة اخترنا لكم منها طبعا فيديو حلو كثير لفتى مصري بحجرة ذهبية طبعا يقوم بالمصلين في صلاة الترويح بمدينة الدقهلية المصرية خلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض ونشوف ما شاء الله صوت هذا الشاب تبارك الرحمن تابعوا مع بعض تابعوا الذين أنعمت عليهم غير النطوب عليهم ولا الضالين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صوت اكيد المصلين هيكونوا اكثر خشوع ويتمنوا يتأخر اكثر وقت بالصلاة فعلا اسامة بولم شاء الله تبارك الله فرق بين الثرى والثرية الشاب شباب تاهوا في غيبات مواقع التواصل واستباحوا الحرمات والمحرمات والاعراض والتجارة بها وشباب قلبهم معلق بالقرآن والمساجد قامات تستحق أن يقال عنهم فخر الأمة ونورها في عز الظلمة التي نعيشها يوميا ربنا يعطيك لا يرضيك آمين يا رب العالمين صبحة بيحكي ما شاء الله عليه تبارك الرحمن الله يثبته ويجعله من الثرية الصالحة وبارك الله في والديه والله يكتر أمثاله يعني هاي طبعا بعض التعليقات عن هذا الفيديو لحنا أنت المشاهدين لفيديو آخر طبعا هذا انتشر بكثرة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي إشادة بموقف لاعب فيورنتينة الإيطالي اللاعب لوكا رانييري طبعا تظاهر بالإصابة لحتى يتمكن زميله المسلم سفيان مرابط من الإفطار شوفوا ما أحلى أنه شاعر معه وعارف أنه صار وقت الأذان ووقت الإفطار ولم يسمحوا لهم بأنه أخذ بريك صغير أو يوقفوا المباراة حتى يفطر فقام وتظاهر بأنه فيه إصابة عنده وهذا موقف ما شاء الله رائع من هذا اللاعب الإيطالي لوكا رانييري خلينا نتابع الفيديو خلينا نقرأ بعض التعليقات عن هذا الفيديو ومحمد علي بيقول موقف يحسب للمدافع كل التحية له خالد بيقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين يا رب العالمين وفاد يا موقف أخلاقي وإنساني يحسب للاعب فيورنتينا لوكا أبو الضبعي بيحكي ربنا يبارك فيه ويحفظه من كل شر يا رب العالمين يعني ما شاء الله ويعني تعامل إنساني فعلا حقيقي وهذه روح الإنسانية ويعني روح الفريق الواحد ما شاء الله تبارك الرحمن وهيك طبعا فطر اللاعب المسلم سفيان مرابط بطبعا تعاون صديقه لوكا هذه طبعا كانت بعض الفيديوهات اللي اخترناها لكم في فقرة أكثر ما تم تداوله عبر السوشال ميديا رح ننتقل